متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني والمصطفة الغريبة ان اخيرا بقى لي اكسس على monas.im سلاش قابل حنجربه مع بعض النهاردة من خلال الرابط ده هحطولك في الوصفة اسفل فيديو لو حبيت ان انت تسجل وتستنى لحد ما يجي لك انفتيشن كود ولكن يعني انا سجلت بي الURL الخاص بي القناة فعشان كده جالي اعتقد الانفتيشن على طول لان لما سجلت باكاونت تاني ما كانش في الURL ما تبعت ليش الانفتيشن فاعتقد ان السبب في فصولي على اكسس على الموقع هو ان انا بعت بي اللينكس خاصة بي علشان يبعتولي الاكسس عليه بشكل عام الحمد لله بقى لي اكسس على monas.im وحنبتدي النهاردة نجربه ونشوف قدراته وكنت اكلمت في الفيديو السابق على جينيس بارك لو تفتكروا AI وشوفنا السوبر ايجنت فيه امكانياته اللي كانت رائعة بصراحة في الفيديو اللي فات اما من خلال monas.im النهاردة هنجرب شوية use cases طبعا تقدر ان انت تستعرض كل اليوس كيس الموجودة داخل الموقع واحنا كنا تكلمنا عن هذه او بعض الامثلة لها سواء كان في live سواء كان في data analysis سواء كان في education سواء كان في research سواء كان في productivity وحطيلك الرابط في الوصفة اسفل فيديو اللي اتكلمت فيه او عرفت فيه عن monas.im النهاردة فقط هنتكلم عن الاستخدام العملي من خلال مجموعة من اليوس كيس هنا قبل بس ما نشوف التاسكس وانبتدي نجرب مع بعض حنبتدي نقص على البلانز الموجودة داخل منس في عندهم اتنين عندهم 39$ وعندهم 199$ يعني 39$ مقارنة بشات جي بي تي انا قدر نقول انه هو اغلى في ديك 3900 credits per month وفي ايضا مميزات اخرى بالنسبة لي المانس برو 200$ ده اللي هو مشابه لشات جي بي تي لبين 200$ فبشكل عام يعني احنا شايفين انه هو السعر بتاعه من الاول كده السعر بتاعه عالي الى حد ما ايضا بالنسبة لي هو اول ما دخلت عليه لقيته اعطيني 1000 credits اجربهم لكن اخد بالك 1000 credits طول ما تتخيلش ان انت هتعمل بهم 1000 tasks يعني الموضوع مش كده انت هتبصت لايه فيه بعض التاسكس هتاخد منك credits كتير فاذا يعني خليك ايه لما يحصل عليه خليك كده واخد بالك ان انت تاعتك دي ما تستهلكهاش بشكل غير دقيق عشان ما تضيعهاش على الفوضي يعني دايما نستخدمها في حاجة مفيدة او حاجة انت فعلا هتحتاجها في عندك ال standard وفي عندك ال high effort موجود في المتين فيعني رقم كبير قوي عشان انا access على high effort يعني اللي هو اكيد capability بتاعته احسن وافضل فانا هنا لازم اكون في المتين هنا هبتدي ان انا اجرب ال standard ما فيش اي مشكلة نبتدي ان احنا نشوفه ونجربه هنا انا عطيته اللغة العربية يا رب بس يكون بيدعم اللغة العربية بشكل جيد انشئ عرضا تقسيميا ممتعا حول تأثير الاحتباس الحراري على الكائنات الحية موجه لطلاب يبلغون من العمر 12 سنة يجب ان يتضمن العرض لغة بسيطة وشرح واضح رسوم متحركة رسومات وضحية ملونة مخططات معلوماتية infographic تظهر كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الحيوانات ونباتات البشر صور لطيفة قسم يوضح كيف يمكن اطفال المساعدة في مكافحة الاحتباس الحراري بقوله استخدم نبرة مريحة مريحة بالمعلومات لجذب انتباه الطلاب والحفاظ على تفاعلهم بعد كده حدوس انتر وهنا انا عندي دلوقتي سوعة 36 هشوف بس عشان اعرف بس واستهلكوا عامل ازاي حدوس انتر وهنشوف الايجابة هنا بيقولي الستميتد ويت تايم انت هتستني وان مينت مش كل التاسكس بتاخد نفس الوقت هنا هو بيقولك الدقيق عشان تبقى انت عارف عشان الموضوع لو بياخد 8 دقايق تسعة دقايق لا انت مكنت راح تعمل حاجة تانية لحد ما يخلص هنا هنشوف دلوقتي مع بعض او هنرجع بعد الدقيقة ونشوف النتيجة بتاعة العرض التقديمي اللي هو هيعمله لي هنا هو قال لي احسنت لقد اكملت مرحلة البحث حول تأثير هو بيقولي نفسه ان احتباس الحراري على الكائنات الحية جامعت معلومات شاملة ومناسبة للاطفال بعمر 12 سنة تغطي مفهوم الاحتباس الحراري وتأثيره على الديئة والحيوانات الكلام اللي انا طلبتوا منه سابدأ الان بجمع الصور والرسومات التوضيحية الملونة والمخططات المعلوماتية التي ستساعد في توضيح المعلومات بطريقة جذابة ومشوقة للطلاب وهنا بيبتدي يعمل collect the images والgraphics زي ما احنا شايفين وبعد كده بيقولي ان هو يشتغل على slides يعني خلاص جمع كل حاجة بقى سيبتدي ان هو يشتغل على slides هنا بيقولي سابدأ في تطوير شرائح العرض التقديمي باستخدام لغة بسيطة ومناسبة لأطفال يعني بعد بقى ما جمع المعلومات وعمل كل حاجة وفلتر ووقف على الحاجات اللي حيستخدمها والصور والinfographic بيبتدي يعمل slides زي ما احنا شايفين عشان كده هو خد دقيقة في جمع المعلومات في جمع الصور ولكن هياخد وقت تاني في عمل slides طبعا هو هيطلب مني ان انا فعله notification وفعلت notification الموجود في البراوزر علشان لما يخلص يقولي انت لو دست هنا هتلاقي ان هو بيستخدم terminal وبيشتغل على الكمبيوتر بتاعه معنى الكمبيوتر بيستخدم terminal بتاعه وبيبتدي ان هو يشتغل على ال slides عشان يخلصها ويدهالي في الاخر فاخد بالك انت هنا بتستهلك resources بتاعته فبرضو لازم نحط الحاجات دي كلها في الاعتبار عشان الناس بتشوف ان الاسعار بتبقى عالية بتاعة ادوات وموقع الذكاء الاصطناعي هي للأسف او عالية وعالية جدا وسعرها عالي ولكن طبعا هو بيستخدم موارد الموارد دي بتكلفه فعشان كده عمر ما الذكاء الاصطناعي هيبقى مجاني مية في المية يعني الا في جزء معين او مع مواقع معينة بتبقى exception شوية وممكن مع الوقت تلاقيها بقت بفلوس ما تقدرش ان انت تحكم على الحاجة وتقول انها هتفضل مجانية مية في المية واخيرا تم الانتهاء من ال task وهنا بيقولك وعمل ايه يعني بيقولك step by step هو عمل ايه شير منس creation as interactive website انت ممكن تشارك البرزنتيشن دي كا انتر اكتف ويبسايد وهو قد خلصت لك البرزنتيشن لكن تعال نشوف create website ونشوف الانتر اكتف ويبسايد ايه دي الباوربوينت الاول على ما يعمل لي الويبسايد هبتدي عمل لها download وتعالا بقى نفتحها في البرزنتيشن ونشوف البرزنتيشن ونرجع لها كا انتر اكتف ويبسايد مع بعض ايه دي الباوربوينت بتاعتنا انا فتحتها على جوجل سلايدز يعني قابلت مشكلة في فتحها على مايكروسوفت office هنا تأثير الاحتباس الحرية على الكائنات الحية عرض تقديمي للطلاب عمر 12 سنة لنحمي كوكبنا معا طبعا تقدر انت تعمل edit يعني مثلا سي السورة دي اللي هو اعطيها لي كبيرة شوية فممكن انا اعمل edit الصورة اللي زي دي مثلا ممكن اروح ابتدي ان انا اعمل select وحطها في جزئية تانية بحيث ان الكتابة تبانية تقدر تعمل edit على الباوربوينت طبعا محتاجة يتعمل عليها ايدت محتاجة او يتعمل عليها ايدت ولكن بص الجمال الالوان بتاعت التايتل الصور اللي هو حاططها لك يعني صور ديها معنى متعلقة مثلا بالجزء اللي هو بيتكلم فيه هنا ايضا تأثير احتباس الحرارية على البيئة ذوبان الجريد وعطيك شوية كده يعني شوية حاجات حلوة والله انا شايفة شوية elements اللي هو عمل بيها slides حلوة جدا هنا مثلا صغر شوية الصورة عشان تبقى متناسبة مثلا مع slides ممكن تغير background براحتك جدا ولكن الفكرة نفسه انه هو عملي presentation وعملها لي باللغة العربية زي ما احنا شايفين كوني بعمل عليها ايدت بعد كده هو وفر علي تجميع صور وفر علي حتى اختيار الالوان والفونت كل ده هو وفره علي زي ما احنا شايفين presentation 14 slides فدي حاجة كويسة جدا ده اول تسكت معي النهاردة تعالى بقى نبص على الويب سايد نفسه هنا حبتدي ادوس على click to preview اسباب الاحتباس الحراري تأثير الاحتباس الحراري على البيئة قطب الشمالي وقطب الجنوبي شايفين الشكل هنا طبعا لو انت رحت على ايا من الطبيك كيف نساعد البشر النباتات حيوديك داخل الويب سايد اختبر معلوماتك ما هو الاحتباس الحراري يعني امكانياته عالية فبالتالي انت لو عايت تستخدمه كأداة علمية تقدر تستخدمه كأداة علمية وتشاركها مع تلاميذك لو انت في مجال قطاع التعليم او حتى انت مدرب مش لازم تكون مدرس يعني وبتدرب فممكن تستخدمه كأداة علمية رائعة لو رجعت مرة تانية المونس ممكن هنا تستخدم على المونس كمبيوتر هنا البروز انت بتستخدم الابليكيشن على المونس كمبيوتر فهنا انت اتنقلت للكمبيوتر الخاص بالموقع نفسه او بالأداة نفسها اللي انت بتستخدمها حبيت بس ان انا اوريك الجزء ده اجزيت بتطلع ممكن تستخدم في اس كود الخاص به برضو هنا بيوديك على ال vs كود تعال بقى نشوف تاسك تاني انا بس عايز اشوف انا استهلكت قد ايه هعمل نيو تاسك بص انا 187 يعني انا خلاص تقريبا ما عنديش كريدس تقريبا لان انا طلبت كذا حاجة طلبت ان هو يعملي ويبسايد خد كريدس كتير طلبت ان هو يعملي كريدس كتير هنا هنجرر تقريبا مع بعض تاسك واحد يلا بينا نشوف هنا هطلب منه ان هو يحللي سعر الذهب حاليا مع مقارنته بالاسابيع والاشهر الماضية ووضح الاسباب التي تؤثر على ارتفاعه او انخفاضه زي اسعار الفايدة التضخم قوة الدولار الاحداث الاقتصادية والسياسية العالمية اضف رسول بيانية ان امكان وحبتدي ان انا ادوس انتر واتمنى ان الكريدس الباقي يفي بالغرض هنا بيقول لي الموضوع هياخد حوالي 20 منتس عشان يديك التحليل سعر الذهب الحالي وعوامل التأثير ده هياخد وقت فهنا احنا هنرجع مرة تانية ان شاء الله عشان نشوف في النتيجة مع بعض تم انشاء الريبورت اللي طلبتوا منه او التحليل اللي طلبتوا منه تحليل شامل هنا لو انت رحت دوست على هتلاقي كل الملفات اللي هو استخدمها سواء كان في كود في بايثون كود في ايضا ريبورتات ريبورت ممكن تلاقي دوكمنت هنا ده التقرير على هذا الجانب تحليل شهري نقاط تحول رئيسية تقلف الاسعار العوامل المؤثرة على اسعار الدهب التضخم الدولار الامريكي الاحداث الاخصادية والجيوسياسية الطلب من الاسواق الناشئة تحليل الرسوم البيانية هنا فيه صور مش ظهرة عندي وقف لان طبعا فيه كريدتس معينة هو ملزم بيها فهو اعطاني الحد جزئية معينة ووقف الموضوع ده يعني كان ممكن يديه جرافيكس اكتر كان ممكن يديه شارتس بس انا قال لي لازم تعملي افجريد عشان نكمل هذه الجزئية كنت اتمنى طبعا ان انا يعني اجرب معكم حاجات كتير ولكن انا تقريبا جربت كل كريدتس معكم عشان نشوفه مع بعض فيه حاجات كتير موجودة داخل ما الناس ممكن توصي عليها من ناحية اليوز كيسز وتشوف قوته من خلال هذه الامثال الموجودة ومن ضمن الحاجات اللي عجبتني كانت في الانتر اكتف كورس ممكن تعمل الانتر اكتف كورس تمثل من الامثلة الموجودة conversation of momentum teaching animations and the presentations I am a middle school physics teacher preparing to teach the law of conversation of momentum وهنا زي ما احنا شايفين بيشتغل على هذه الجزئية وزي ما قلتلك بيبقى الفايلز كلها اللي استخدمت بتكون موجودة سواء كان HTML سواء كان document size سواء كان JavaScript وبعد كابت تي تعمل لها download بعد ما بتخلص حب برضو اوريك شكله هيكون عامل ازاي عملية الشرح ممكن تكون افضل كinteractive animations للميدل سكول students افضل بكتير جدا في عملية الشرح طبعا انت هنا بتعطي تغير في العوامل او الفاكتورز دي فبيأثر على الشكل الاساسي من الحاجات اللي عجبيتني يعني ايضا بالنسبة لديزاين الاوديو انجينيرين الاوديو انجينيرين هنا ده مثال عشان يعمل له sound effects ويخلط الساوند في الاخر بتاع صوت تيور ويخلط مع steam وهنا هو بيبتدي ان هو ينشئ الصوت انا بس بيوريك وطبعا اليوز كيسز دي موجودة على الموقع هو بس بيوريك ازاي هو بيقوم بيها لحد في الاخر خالص ما يوصل ان هو يديني sound معرفش اذا كنت سمعين ولا لأ بس صوت التيور وفي الاخر خالص الصوت مختلط مع صوت steam بخار وايضا هتلاقي كل الفايلز المستخدمة في عمل هزة في البودكاست تخيل انت ممكن ترفع بودكاست وتقوله قطعه لتو مينتس يعني اديني الهايلايت الحاجات الرئيسية او الكي كودس اللي موجودة داخل البودكاست هيبتدي هو يديك خالبا البودكاست ده مساحته قدقيه مساحته كبيرة هنا هيديك بس تو مينتس وهايلايت الاجزاء المهمة ويدهيلك تطلع بقى بيها تريل مثلا على وفي الاخر خالص حيديك الـ 2 مينت كمان زي ما احنا شايفين دي او 56 من الملف الاصلي اللي هو كان 16 دي اقار 44 ثانية مثال من الامثلة وغيرها من اليوز كيس اللي ممكن تستخدموا بيها يعني حاجات كتير جدا موجودة طبعا يعني انت عندك في 39 دولار 3900 كريدت انت شفت الالف كريدت يعني ما اخدوش مني حاجة يعني فلازم طبعا اللي بيستخدمه يبقى عارف وبيستخدمه ازاي وفي ايه ويدي تفاصيل صح ودقيقة عشان يحصل على نتيجة جيدة ويستفيد بيها في الاخر ده كان بالنسبة لي منس.im اتمنى تكونوا يعني استفدتوا وده شكله العام واستخدامه والكباب التي تستطعته قدراته اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفري وزي بقولك في نهاية كل فيديو وانساش تدعمنا باللايك وشير وكومنت ولكنت بيشوفنا الاول مرة ما ننساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته